السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم معي من جديد أخواتي في قناتكم مطبخ حسناء سريف كنت مني يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير في أحوال طيبة وصحة جيدة بإذن الله ترحب بجميع الأخوات اللي انضموا القناة وترحب بالأخوات اللي كانوا معي منذ بداية القناة فكن شكركم أخواتي شكر كبير بزاف بزاف على حسن المتابعة ديالكم على تعليقاتكم وعلى التشجيع ديالكم وعلى كلامكم طيب فشكرا شكرا لكم أخواتي كما كتلاحظوا معي اليوم إن شاء الله غدا نشارك معكم هاد الحريشات بالفينو وبالسميدة اللي كيجي وصراحة نقيمة في الروعة وكيجي وخفاف وهشاش لواحد درجة كبيرة إن شاء الله جربوهم بصحة والرحة وينالوا إعجابكم ولكنتوا أخواتي أول مرة كتزروا القناة ما تنسوش الاشتراك فيها والضغط على الجرس بش يوصلكم إن شاء الله كل جديد في القناة واندزوا دبا مكونات وطريقة تحضير الوصفة فخليكم معي بإذن الله هده هم المكونات اللي غنحتاجوا فهذا الحريشة هادو فعندي جوج كيسان ديال العنبة ديال السميدة الرقيقة سميد الناعم بوحديتو والفينو بوحديتو عندي كاس ديال الجوز الهند أو الكوك كاس إلا ربعة ديال الزيت كاس ديال العنبة ديال الفينو جوج حباس من البيض ضيفة علم شوية الملح كاس ديال العصير البرتقال عندي كيس من سكر الفاني وراس مع القاس صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز إلا كنا غنديرو بالقياس فغنديرو قد الحمصة الصغيرة يعني ما خاصناش نكتروا الخميرة ديال الخبز بزاف كيس من سكر الفاني كيما كتلاحظوا معايا وجوج اكياس من الخميرة ديال الحلويات وجوج قشرات ديال جوج بورتقالات اللي لادرنا العصير ديالهم وعندي كاس إلا ربعة ديال السكر حتى الكاس على حسب الدو كندوز ان شاء الله المرحلة التالية بإذن الله فغنبدو على بركة الله سوف نأخذ هذا الإناء هذا اللي غنوضع في النواشف هما الأولين عندي هنا يسميد الرقيقة وهذا الكاس اللي غنضيف هو دقيق القمح الصلب فكيكون واحد الفرق بناتهم نحاول نختار دقيق القمح الصلب اللي كيكون شوية حرش ما كيكونش مسحوق باش كيجيون هاد الحرشات هادو مشقين ضفت هنا كاس ديال جوز الهند اللي يكون ميت دم وغنضيف هنا اه كيس من سكر الفاني جوج اكياس من الخميرة ديال الحلويات ما يعادل ثمانية جرام في الكيس الواحد قد الحمصة الصغيرة ديال الخميرة ديال الخبز نحاول ما يكتروش بزاك مهم الرأس ديال مع القفا فقط ديال الخميرة ديال الخبز ونضيف هنا السكر والقشور ديال البرتقال غندمج النواشف مع بعضهم مزيان بهذا الشكل هدا فأنا درت جوج عجنات يعني درت هاد العجنة معكم وزدت عجنة أخرى لأنه كانت حاجتي بكمية كثيرة فكندمج المكونات مع بعضها مزيان بهذا الشكل هدا بالنسبة الملح فأنا ضيفها على البيض حتى هي كنضيفه تقريبا وحضرات محلقة ديال الملح بالنسبة للسكر من كأس إلا ربع حتى الكأس ديال السكر الخاشين ما يعدين 150 جرام تقريبا في الكاس ديال العنبة إذا بغن نضيفه كاس إلا ربع فضفت هنا كاس إلا ربع ديال الزيت ما يعدين 150 جرام في الكاس ديال الزيت ديال عن باجوج حبات من البيض اللي ضيفها على المشوية ديال الملح وغدا ندمج المكونات بهذا الشكل هدا مزيان عدا كنضيف كاس ديال العصير للبرتقال بالنسبة للخليطة ديال هاد الحريشة هادو هادو سيكون جاري كما غتلاحظه معي وما تخافوا من تحجي يعني هو السوائل كلها غدا تخد تأخذ هنأ اول تشرب هنأ السميدة والفينو فما كتبقاش نهائيا هاد السوائل وكنحصل على وحد الخليط في التالي اللي نقدو نتحكم فيه ونشكله أقرات فندمج المكونات مزيان بهذا الشكل هدا غدا نضيف كاس ديال العصير للبرتقال كاس ديال العنبة فغدا نبقى عندي وحد اربع كاس غير باش نتأكد باللي الاسفل ديال اليناء حتى هو يعني ندمجهنا العناصر ما بقاش عندنا ناشف صافي وغدا نضيف هاد الاربع كاس اللي بقي عندي ديال العصير للبرتقال لاحظوا معي الخليط شحل جاري فما تخافوا من تحاجي يعني رأيهم وكيكونوا في حالة كاف الخدمة ديالهم هاد الحريشات هادوغي هو الفينو كنأكد انه يكون النوع اللي تكون حرش ما تيكونش مسحوق فنختاروا هاد النوع اللي تكون يعني خشن يال الفينو اولا دقيق القمح الصلب صافي غدا نخلي هاد الخليط دا وحد نصف ساعة غير على برات اللاجة مره 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 كم قلبو الخليط واش شربنا السوائل ولما زال صافي وكن نبدو نشكله تقريبا نشكله الحريشات ديالنا في مرحلة التالية خليكم معي بالقليل وصبحتنا واحد العجين اللي نقدر نتحكموا فيه عندي هنا السميد الغليد ديالكسكسو وعندي الكوك تقريبا الكوك يكون عفوا السميدة كتكون زيدة على الكوك مثلا إذا درنا كاس ديال السميدة كنديرو نصف كاس ديال الكوك اللي يكون نوعية جيدة يكون ميتدم فكنشكل القرات الحجم اللي بغيتو غير ما نكبروهمش بزاف كندو زيد ديال دائما كما كنختم معكم دائما الحريشات في الماء عادة كنشكل كورة أخرى الماء الدور دياله تيخلينا الحريشات يجيونا محمرين ويجي اللون ديالهم مدهب وموحد في التحمار يعني ما كيجيناش الحريشات بيضين مع الجناب أو لا كيجيونا يعني التحمار ديالهم بحلي شوية صفر وإنما كيجيونا محمرين كما لاحظتم معي في أول فيديو فكندو زيد ديال دائما في الماء الماء عادي بحلي سننصر يدي من هديك السميدة اللي كتبقى لسقالية في يديا باش ما كدخلشنا في هاد العجين ديال الحريشات ولا دخلت لنا السميدة الغليدة وسط هاد العجين هادا فرا ما كيتشقوش لينا وزيد أنتي يعطينا اللون زوين بزاف في التحمار الدور ديال الماء كي مسبق وذكرت ليكم فكنبقى اللوح الحريشات من يد اليد بحال هاكا حتى كان يعني كان فندهم مزيان في الكوك والسميدة سميدة الغليدة ماشي رقيقة صافي وغدا نكمل ان شاء الله الكمية اللي عندي ضروري ما سنغسل يديا كما كتلاحظوا معي دبا كننغسل يديا ماشي كنمسحهم باش هاد الماء هادا تي لبس لينا الكورة ديال الحرشة وكتفند لينا مزيان وتيعطينا واحد اللون مذهب وزوين بزاف كما كتلاحظوا معي كنحاول نقاد جناب ديال الحريشات بحالك وكنستف اللاطة ونطلقى معكم ان شاء الله اخواتي بعد من نكمل الكمية كلها وضروري متن بعدو مبيل الحريشات بوحد جوز سنتيم باش يعني يطيبوننا مقادين وميجيوناش يعني مجموعين نكمل ان شاء الله ونطلقى بكم في المرحلة التالية فخليوكم معي بإذن الله فشعلت الفران سخن مزيان ضروري ما خص الفران يكون سخن مزيان غير في وجه ديال الحريشات كتكون عافية شعلا فانطلقى بكم ان شاء الله بعد ما يطيبوا هاد الحريشات فخليوكم معي بإذن الله إذا انتبقى هذا وشك النهائي ديال الحريشات اللي شاركت معكم اليومان ان شاء الله تجربوهم بصحة والراحة وينالوا إعجابكم وأي حاجة أخواتي ما واضحاش مزيان ما مشروحاش مزيان خليوهاني ان شاء الله فالتعاليق نجاوبكم عليها واحد النقطة مني كيتشقونا الحريشات يعني مني كندخلو الحريشات الفران لي كيكون سخون مزيان بحلنا نطيبو الخبز كندخلو الحريشات التحت يعني العافية كتكون شاعلة في الوجه ديال الحريشات كننقصو العافية وكنخليو الحريشات حتى كيتشقو لينا نقصو العافية تحت الحريشات صافي وكيبقاو الحريشات يطيبو غير فوق حتى كدورنا تحمار مع الجناب كننزلو الحريشات اولا كنشعلو عليهم العافية في الوجه ديالهم وكنبقاو ندورو الله طيبش كنطيحو هاد اللون هادا الموحد وكيما كتلاحظو معي غدا نحاول نقصم معاكم واحد الحبة فهدا هو الشكل لاحظو معي أخواتي شحل كيجيوها الشاش وكيجيو بنان بزفزف مع عصير البرتقال والقشور ديال البرتقال هما اللي تعطيهم هاد اللون هادا الأصفر وزيادة لان اخذ من السميدة وبالفينو فاللون الأصفر كيكون من هاد السميدة والبرتقال والقشور البرتقال اللي كيجيو يعني هاد الحريشات هادو قيمة في الروعة فان شاء الله هتجربوهم بصحة وراحة والنسبة لتمن البيع فهاد الحريشات هادو جوجدراهم للحبة باش كندفع هاد الحريشات هادو ولا بغينا نحتفظو بيهم في المجمد فممكن ايضا نحتفظو بيهم في المجمد مني كان بغيوه ممكن جبدوهم مثلا يلا بغيناهم في العشي نجبدوهم في الصباح فكي يطلقوا دخلهم شوية للفران يدفع ونقدموهم بالصحة والراحة فكيكونوا بحلي الله طيبناهم في هذا هو السر ديال الماء اللي كان بقوا يعني نغسلو يدينا ما بالحبة والحبة كيعطي هاد اللون هادو موحد ومذهب في الحريشات غي هو نكونوا حريسين في منخليوش منخدموش بالحريشات هما مازالين مرخوفين يعني يكونوا قابتنا راسهم ويكون العجين او لا الخليط قابت راسهم عاد نخدمو به يلا خدمنا بهم هما يعني بقي الخليط مرخوف فغي يجيونا مسطحين ومبقى لي اخواتي الى نقول لكم صلى الله فرصكم زف زف و الى لقاء اخر في فيديو اخر في فكرة جديدة في وصفة جديدة باذن الله والسلام